دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء موجز الثامنة صباحا مع هالة الحملاوي تفضلي هالة شكرا محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن هدف الحكومة تشجيع الصناعة الوطنية وشركات القطاع الخاص على إقامة توسعات لمشروعاتها بالإضافة لحل المشكلة والتحديات التي تواجهها وخلال التصريحات له عقب جولة تفقدية في عدد من المصانع بمحافظة الإسكندرية أضاف مدبولي أن هدف الحكومة الجديدة التنسيق التام بين الوزارات وحل المشكلة بصورة فورية لا سيما في قطاع الصناعة كما أشار مدبولي إلى أن الصانع المصري يتمتع بخبرة وكفاءة ولديه القدرة على فتح أسواق عالمية في الخارج وأكد مدبولي العمل على تسهيل الإجراءات لتشكيع الصناعة والاستثمار ومضاعفة الموارد الدولارية من خلال توطين الصناعة والعمل على تعزيز التصدير قالت حركة حماس إن اغتيال إسماعيل هنية لن يزيد الحركة إلا قوة وإسرارا على مواصلة طريقه ونهجه وأضافت الحركة في بيان أنها باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية لاختيار رئيس جديد للحركة خلفا لهنية مشددة على أن مؤسساتها التنفيذية تواصل أعمالها ولديها الآليات الفاعلة والعملية لاستمرار المسيرة في أصعب الظروف لافتة إلى أنها ستبادر إلى الإعلان عن نتائج مشاورتها حال الانتهاء منها حذرت كندا مواطنها من كافة أنواع السفر إلى إسرائيل وقالت الحكومة الكندية في توجيهات للسفر أصدرتها لرفع مستوى التحذير من السفر إلى إسرائيل إن الوضع الأمني قد يتدهور أكثر دون سابق إنذار مضيفة أنه إذا اشتد الصراع المسلح فقد يؤثر ذلك على القدرة على المغادرة بالوسائل التجارية وقد يؤدي إلى اضطرابات في السفر بما في ذلك إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية وتحويل مسارها تظاهر آلاف الإسرائيليين في عدة مناطق للمطالبة بإقالة حكومة نيتنياهو وإبرام صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين وقالت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية إن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في القدس ومدن أخرى للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإجراء انتخابات مبكرة أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على قصف إسرائيلي أصاب مدني في جنوب لبنان وقال الحزب في بيان إنه قام بقصف منطقة جديدة وهي بيت هلل في شمال إسرائيل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية خصوصا الاعتداءات التي طالت قريتي كافر كلا وديرت سريان وإصابة مدنيين وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت في وقت سابق بإصابة ستة مدنيين بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان أشهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي باستهداف قواته لمواقع عسكرية ومنشآت للنفط تعود لموسكو وقال زيلانسكي إن كل ضربة ترد بشكل دقيق على القنابل الروسية تدمر تجهيزات وقواعد روسية وتصاعب بهمتها بالبقاء في أراضي بلاده لفتا إلى أن كل ضربة تجعل نهاية الحرب أقرب انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يمصر بعد الفاصل